اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعد عاملا إيجابيا يتطلب معه مواصلة جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي أصولا للأهداف التنموية المنشودة نعم جاء ذلك لدى مشاركة معالي في أعمال جلسة نقاشية حول المشهد الاقتصادي الراهن وأفاق النمو الاقتصادي في مملكة البحرين ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي عقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022 في دافوس الذي تستمر أعماله في الفترة ما بين 22 وحتى 26 من مايو الجاري وذلك إلى جانب معالي السيد محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والسيد ألن بجاني رئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم والسيد محمد العرضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة انفستكوب البحرين واستمرارا لتحقيق الأهداف الاقتصادية أشار معالي الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين خطة التعافي الاقتصادي في أكتوبر الماضي والمبنية على خمس أولويات تمثلت في خلق فرص عمل واعدة لنحو 25 ألف وظيفة وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعالياتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق مليارين ونصف مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي وتنمية القطاعات الوعدة بالإضافة إلى تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 وأشدد معالي على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركا أساسيا وعنصرا هاما في عملية النمو الاقتصادي مشيرا معالي إلى أهمية دعم المبادرات والابتكارات والأفكار الإبداعية للعنصر البشري مستذكرا الجهود التي بدلتها مملكة البحرين في هذا المجال والتي تشكل بدورها قيمة أساسية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيد من التطور والنماء على مختلف المستويات ولفت معالي إلى أهمية مواصلة الاستثمار في المجالات التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي بما فيها التكنولوجيا المالية وإسهاماتها البارزة في دعم مسارات التنمية المختلفة منويها بأن الخدمات المالية هي صناعة واعدة في مملكة البحرين ودول الخليج العربية أما على صعيد التحول في الطاقة وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الدول المصدرة للنفط فقد أكد معالي الوزير على أهمية تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال لافتا بأن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين حماية البيئة وضمن توفير بيئة تعزز التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة الجدير بالذكر أن الجلسة النقاشية تناولت عددا من الموضوعات من بينها واقع النمو الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي من المتوقع أن تنمو اقتصاديا بنحو 5% في عام 2022 إلى جانب استعراض أبرز التحديات العالمية المتعلقة بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الاقتصادات الرئيسية في المنطقة في معالجة هذه التحديات ترجمة نانسي قنقر